اعتصام قيادة الجيش يدخل حلبة الجدال بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير بين وصف الاول بحالة الفوضى وتعطيل حركة المرور واعتبار الثانية ومن خلفها المعتصمون استمراره يشكل الضامن الوحيد لتحقيق مطالبهم وجودنا هنا وجود المتارس وضمان للصور انحنا ما حنبارع المتارس ما لم تتحقق اهدف الثورة انا مع الاعتصام ومعينه لازم يكون في طغيير ولازم البلد تصلح لكن كمان ما معينه يكون في فوضى وفي الشوارع مكفولة وناس ما قدر اتصل محيط الاعتصام تتشكل مداخله من ثلاثة اتجاهات رئيسية مع وجود مداخل فرعية اثنان من هذه الاتجاهات تمر عبر جسرين يربطان مدينة الخرطوم والخرطوم بحري وشرق النيل احدهم هو جسر النيل الازرق يعتبر مدخلا اساسيا لساحة الاتصام تم اغلاقه بالمتارس اما السكك الحديدية للقطارات فهي تمر امام قيادة الجيش وتقع في الخط الفاصل بين وجود المعتصمين وتمركز قوات الجيش امام بوابات مباني الافرع المختلفة خارطة الاغلاقات اعتبرها المجلس العسكري مظهرا للفوضى وتعطيلا لمصالح الناس مشيرا الى اتفاق تم مع قوى الحرية والتغيير لازالتها الطامة الكبرى قفر القطار القطارات والكبار لوقف حركة الوقود والمواد الغذائية والضيق على المواطن في معاشه اليومي ما في اشكال في ان القطارات التي تحمل البضايا انها تتحرك وعملنا الاتفاق ما مع المجلس العسكري عملناه مع الهيئة بتاعت السكة حديد وطلع بيان بالمسألة دي تصريحات المجلس العسكري التي اتسمت بلغة التحذير لحسم ما وصفه بالمظاهر غير المقبولة خلقت في المقابل حالة من الحذر دفعت المعتصمين لزيادة المتاريس خشية فضل اعتصام رفيد ياسين العربية الخرطوم